كل التحية لك كابتن سامة وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من ملعب النادي الآلي في مدينة نصر وطبعا طل جدينا من اطلالات برنامج اوستاد الاشبال ومباراة بطولة الجمهورية موليد 2006 لقاء من مباراة القمة في هذه البطولة لقاء الاسبوع والجولة الثالثة لقاء بيجمع ما بين النادي الآلي وفريق امبي طبعا النادي الآلي بيقود جاس فاني بقادة الكابتن سامر عبد الرحمن والكابتن احمد دارعوف حقق العلامة الكاملة في اول لقائين على فريقي شرقية للدخان وفريق غزل المحلة بينما فريق امبي اللي بيقود جاس فاني بقيادة الكابتن سامي لنادى كان الاسبوع الاول كان باي الاسبوع الثاني حقق فوز كبير على فريق الاتحاد بنتيجة سمانية اهداف ومقابل هدف خلينا اقولك ان منذ دقائق الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني الفريق اللي النادي الآلي اعلن تشكيل النادي الآلي الياخوذ بهذا اللقاء وهو مكون من فتح مصطفى في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين حسام عادل وحمد عبدين فيليمين عبدالله طير في الشمال امير علاء وهو واحد من العيبة المميزة بالمناسبة كابتن اسامة وكان حضرتك من خلال برنامج الاشبال صلطت عليه الضوء اللعب امير علاء الزهير الايصر في نص الملعب بيلعب الكابتن سامر عبد الرحمن بتلاتة ابراهيم عادل يوسف اسلام هشام مصطفى قدامهم مسلس هجومي مكون من عمر سيد معوض وعمار وليد ويوسف السيد على الجانب الآخر فريق امبي والكابتن سامي نادا كان اعلن تشكيله لهذا اللقاء وهو مكون من نور عمر في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين زيادة محمد واحمد شريف عبدالمنعم فيليمين عمر خالد في الشمال محمد سامير اتنين في دايرة المنتصف محمد عبدالعزيز ميدان وعلي ايهاب قدامهم التلاتة عبدالله طارق محمد عزة ابراهيم محمد وهداف الفريق محسن اشرف رقم 10 خلينا اقولك ان طاقم تحكيم بيدير هذا اللقاء مكون من عبدالكريم نصار حكم الساحة بيعاونه خالد حسام نطاة ووليد عبداللطيف اعيز اقولك ايضا كابتن اسامة يعني حالة من التجهيز بالتم هنا في فرق الناد الاهلي بمدية ناص ساعدات مهمة جدا بيقوم 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 نوع من الحافز سواء للعاب النادي لأهلي أو لعابي أمبي أنا موجود معك يا كابتن أسامة لو في أي استفسار أو أي تساؤل لا بنشكرك يا فاروق أنت ما شاء الله حطيتنا في الصورة كاملة كاننا موجودين دلوقتي في ملعب الموراق بنشكر زميلنا فاروق صلاح